إخوتي وأخواتي الأعزاء في فلسطين وبالأخص أهل غزة أود أن أقول لكم أننا نحبكم ونحترمكم فأنتم تقومون بفرض الكفاية بالنيابة عن الأمة المسلمة فأنتم تحمون ثالث أقدس مكان في الإسلام المسجد الأقصى فأنتم تقومون بفرض الكفاية وبالنيابة عن الأمة المسلمة ولهذا السبب فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعطيكم الصوود والصبر وأن يخفف عنكم معاناتكم وأن يعطي الشهداء جنة الفردوس والذي يحدث في الشهر الأخير هو ليس إلا إبادة جماعية أكثر من خمس وسبعون سنة مضت أعطيتم الحماية والملجأ والوطن لليهود وبعد بضعة سنوات هؤلاء اليهود أنفسهم قاموا بتردكم من منازلكم منتهى الخصة وعندما أردتم استعادة منزلكم وعندما بكيتم من أجل العدالة فقد قاموا بدعوتكم بالإرهابيين والذي يفعلونه الآن في الشهر الأخير هو ليس إلا إبادة جماعية ولغاية اليوم وهو الحادي عشر من شهر نوفمبر فلقد قتل الإسرائيليون أكثر من إحدى عشر ألف فلسطيني بريء وأكثر من ثلثيهم هم من الأطفال والنساء وأكثر من أربعة آلاف وأربعمائة هم من الأطفال أكثر من ألفان وتسعمائة هم من النساء وهم يكسرون كافة القوانين الدولية التي يجب اتباعها خلال الحرب فهم يستهدفون أناسا أبرياء بالأخص الأطفال والنساء وهم يستهدفون المستشفيات وما الذي فعلوه لقد قاموا بتدمير مستشفى الأهل حيث قتلوا مئات الأشخاص باستهدافهم للمشبع بشكل خاص وما يفعلونه ليس إلا إبادة جماعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف معاناتكم وأود أن أقول بأن الله سبحانه وتعالى يختبر فمتى كانت هنالك مصيبة فهي إما عقاب أو اختبار فالله سبحانه وتعالى يختبرنا من خلال هذه المصيبة الواقعة وأنا متأكد بأن أغلب الفلسطينيين وبالأخص من هم من غزة كلهم تقريبا سينجحون بهذا الاختبار بشكل قاطع لا محالة ونعلم بأن هناك العديد من الأمهات حتى بعد أن استشهد أبناؤهم فكانوا يقولون الحمد لله هذه إرادة الله ويقولون بأننا حتى لو كنا نملك مزيدا من الأبناء فسنحب بأن نرسلهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس حتى خارج فلسطين ما الذي نفعله ما الذي يفعله المسلمون خارج فلسطين وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بأن الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فسيكون الجسد كله في ألم وقد ألقيت محاضرة بعنوان ثلاثة عشر نقطة والتي يجب على الأمة المسلمة فعلها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوقت لن يسمح لي لأن أقولها الآن ولكنك إن كنت تملك الوقت فكن بمشاهدة هذه المقابلة وستدرك بأنني أعطيت خطة من ثلاثة عشر نقطة للأمة المسلمة وإنه لمن الواجب على كل مسلم حتى مع علمه بأن الفلسطينيين سينجحون بشكل قاطع فحتى نحن يجب علينا أن نقوم بواجبنا وأي كان ما نستطيع فعله سواء أن نصلي من أجلهم أو أن ننشر الرسالة على مواقع التواصل أو أن نخرج في مظاهرة ضد ما يحدث وضد القتل أو أن نقاطع منتجاتهم أو أن نساهم بأي كان فما نستطيعه بطريقتنا الخاصة فيمكنكم أن تشاهدوا محاضرتي الكاملة عن هذا الموضوع أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يخفف معاناة أهل غزة وأن يبارك بهم وأن يعطيهم الصمود والصبر وأن يعطي جنة الفردوس لكافة الشهداء الذين استشهدوا والله تعالى قد وعد في القرآن المجيد فيما لا يقل عن ثلاثة مواضع مختلفة في صورة التوبة رقم تسع الآية رقم ثلاث وثلاثون وفي صورة الفتح رقم ثمان واربعون الآية رقم ثمان وعشرون وفي صورة الصف رقم واحد وستون الآية رقم تسع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى كافة الأطراف سواء كان الإلحاد أم الشيوعية أم الاشتراكية سواء كانت المسيحية أم اليهودية أم الهندوسية على كافة الأطراف هو سينتصر فالإسلام ظاهر عليهم جميعا ومهيم عليهم جميعا ولو كره المشركون وفي موضع قال الله تعالى وكفى بالله شهيدا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاجنا أنا وأنت وما نحن عليه من سخف لذا فإنه من السهل جدا على الله تعالى بأن يحل مشكلة فلسطين بإمكانه أن يفعلها بلحظة بقوله فقط كن فيكون ولكنه يختبرنا إنه لمن واجبنا بأن نقف دفاعا عن قضية فرصة